طب ايه تاني من فوائد النوم الليلي المنتظم؟ ضبط الساعة الحيوية للجسم وعلشان اعرف حضراتكم ايه الساعة الحيوية دي اللي هي البيولوجيكال كلاك الساعة الحيوية دي هي اللي بتخلينا لما نسحى مثلا نزبط الالارم ده اشهر مسأل لها هي طبعا المسألة اكثر تعقيدا من هذا ولكن انا بشرحها لحضراتكم بشكل مبسط من خلال مسأل مش في حضرتك مثلا ممكن تكوني كأم أو كأب ملتزمين بموعد عمل مثلا أو ملتزمين بموعد معين لازم تصحوا في وقت معين فبنزبط الالارم ده بتاع التليفون أو بتاع المنبه اللي هو المنبه يعني صحي كده بعد فترة من الاستيقاظ الدائم بالمنبه ده أو بالالارم اللي احنا عاملينه ده ان احنا بنصحى كل يوم مسأل ساعة ستة ونص أو بنصحى الساعة سبعة الصبح خلاص كده بعد فترة تبص تلاقي نفسك بتصحى من غير حاجة وتلاقي ناس يقولك انت بتصحى الساعة كامية يقولك انا بصحى الساعة كذا وكذا دي تلاقيها بالملي يعني بتصبت من نبه يقولك لا انا بصحى لوحتي صح كده في ناس تصحى يعني على قدان الفجر من قبل ما القدان يدن خلاص في ناس تصحى تبقى عارفة مثلا ان مواعيد العمل بتاعتها مثلا انه لازم يكون موجود في الشارع مثلا الساعة سبعة ونص عشان يوصل عمله مثلا ساعة تمانية خلاص فتلاقي يقولك ايه انا لازم اصحى الساعة ستة او ستة ونص عشان انا بعمل كذا وكذا وكذا قبل منزل انا بكلم هنا عن كبار تمام فايه اللي بينظم المسألة دي كلها الساعة الحيوية للجسم يعني جسمنا ده او معنى ادق مخنا جوا ساعة الساعة دي بتنبهك من غير ما تحتاج انت مؤثر خارجي ودي حاجة مهمة طبعا حاجة مهمة طبعا حاجة مهمة جدا فيه النوم والاستيقاظ وترتيب تنظيم الانفعالات وتنظيم الجهاز الهض اقول لكم على نموذج تاني ليه مثلا لما بنفطر او نتغدى او نتعشى في وقت معاين تبص تلاقي يجي عليك الوقت يعني فيه حد يقولك انا بتغدى الساعة اربعة كل يوم او بتغدى الساعة ثلاثة خلاص كده تبص تلاقي الساعة ثلاثة الا خمسة يشعر بالجوح يصل الى ذروة الاحساس بالجوح الساعة ثلاثة فهمتوا قصدي طب ايه التفسير التفسير هو الساعة الحيوية ان الساعة دي متحكمة في احساس حضرتك او حضرتك بحاجات كتيرة قوي وهي اللي بتعملك او بتعملكوا عملية التنبيه اللازم حتى يتسنى ليكم الاحساس بهذا الشعور فهمتوا قصدي ها دي الساعة الحيوية فالساعة الحيوية دي الاطفال هيكبروا فلازم يكبروا بساعة حيوية منتظمة برضو. إيه اللي ينظم الساعة الحيوية بتاعت الأطفال؟ النوم الليلي المنتظم.